الواحد بصراحة مصدوم بمنتهى الامان صدمة كبيرة جدا بعد الهزيمة الكبيرة للنادي الاهل هزيمة غير متوقعة في كل الاحوال انت ممكن تخسر بس ما تخسرش بالشكل ده انت ممكن تحاول تقدم مباراة بشكل او باخر لكن ما يبقاش بمنتهى السوق ده النهاردة للمرة التانية من نفس الفريق الاهل بيخسر خمسة الاهل بيخسر خمسة من سون داونز وده امر غير مقبول في الحقيقة لكل جمهير النادي الاهل ولو هما غضبانين وزعلانين فهم لهم كل الحق بمنتهى الامانة لا في عوامل كتيرة جدا قدت لكده في عوامل كتيرة جدا كلها ساعدت ان الشكل يكون بالسوق اللي احنا شفناه النهاردة ده لما تيجي تتكلم على الابة النادي الاهل ولما تشوف ان هما اللي يتحملوا مسئولية بشكل اكبر بكتير وحقول لك الاسباب ليه لما تيجي تتكلم عليهم فهم اعلى عقود في مصر لما تيجي تتكلم عليهم من مفترض ان هما اعلى امكانيات في مصر بل كمان في افريقيا يبدالين ان هما وصلين اخر ثلاث نهايات للبطولة خلال الثلاث سنين اللي فاتوا وفازوا بطولتين خسروا نهائي واحد بظروف كلنا تبعناها لكن اللي حصل النهاردة ده تقصير واضح واضح من اللعبين اللعبين الياما بنشيد بيهم اللعبين الياما بامور الاهل بيشيد بيهم ولما بيستحقوا الناس ترفحوا مع الراس مظبوطة لا النهاردة يستحقوا كل النجد النهاردة هما اثروا النهاردة هما ما استحقوش ان يلبسوا تيشرت دادي الاهلي بصراحة بمنتهى الامانة وخلي بالك مش هما بس لأهم ومعهم كولر وانا هتكلم على كولر بالتحديد وحتيجي انت دلوقتي تتفرج عليها هتقول لي والادارة حاجيلك في الادارة برضو حاجيلك في الادارة برضو لكن خليناهم سكة حاجة حاجة انا دلوقتي انا دلوقتي لما يكون عندي امكانية ان نريح لعيبة في المرات المقاولين لو تفتكروا قبل مطش المقاولين قلت يا عم الكولر ريح لعبتك انت عندك مطش مصيري مطش مصيري مع صان دونس واحد دلوقتي بقى سمعني يقول لي يا عم المشكلة مش موضوع ان احنا نريح اللعيبة ما في اوروبا الناس بتقعد تلعب بالتلات يام كل في التلات يام مطش وكل اربعة يام مطش يا حبيبي بعد اذنك ما تحاولش تقارن هنا باوروبا ما تحاولش في اوروبا الناس متأسسة صح الناس متعودة على كده احنا التأسيس عندنا في مصر بشكل عام بالنسبة للرياضيين اسوأ حاجة عمره ما يساعدك انك تلعب كل تلات يام مطش وما تلومش اتحاد الكور اهو انا بتكلم معاكم انت اقول صراحة ليه تقعوا الربطة ليه الربطة ما لغيتش مطش الموليقة وما اجلتوش لا المدير الفني اللي يسأل في حتة دي المدير الفني اللي لازم يسأل في الكلام ده انت في الدوري مرحرح الدنيا حلوة الدنيا بسيئة انت واخد الدوري الموضوع خلصان بالنسبة لنادي الاهلي موضوع وقت مسألة وقت في الدوري فانما ينفعش فيش عقل يقول ان انا يدخل على مطش في افريقيا بحجم المورات سندونس حلعب الساعة ثلاثة العصر حلعب الساعة ثلاثة العصر في ملعب مش ملعبي في وسط جمهور وملف الجمهور ده برضو مهم ما هنجيله تمام ولعب بنفس الفرق اللي انت يبقى مطش المقولين مطش صعب ها وقرر نفس التشكيلة اللهم اتنين بس اللهم ما كانواش بيشاركوا بشكل ايساكس في مورات المقولين هما اللي اتغيروا في المطش النهارت ده ازاي وصفر رحلة ترانزيت اسوان وسبع ساعات ليه جنوب افريقيا انا مش بديك مبررات ولا محتاج ان انا اقول مبررات بس انا بقول اسباب كان لازم ياخد باله منها المدير الفني اه كولر مدرب مميق وتاني في عز انتقادي الكولر ده اصلح واحد للنادي الاهلي في عز ما انا بنتاقدهو دلوقتي وهو يتحمل عبء كبير جدا وهيتحمل مسؤولية كبيرة جدا من نتيجة مبرات اليوم بس هو اصلح مدرب لمستقبل النادي الاهلي خلي بالك اصلح مدرب لمستقبل النادي الاهلي بس المستقبل النادي الاهلي لازم فيه تعديلات كتيرة قوي انا ياريت بس اتعرضولي ياريت يا صارت جبيلي التشكيلين بتوع مبرات المقاولين ومبرات ساندونز اللي الفرق ما بينه مادير ماتش المقاولين ده كان يوم التلات يعني انت سفرت يوم الاربع وتمرنت خميس وجمعة ولعبت ايه ست طبعا تدريبات كلها ستشفائية صفر اجهد مباراة اجهد وتمرين تراي ماتش عشان المباراة اللي هي بتاعت النهاردة فطبيعي جدا انك في شلاله عف تركز لست على تاكتكس ولا اي حاجة تتعلق بالفرق والاستراتيجية اللي انت عايز تلع بيها ادي دي المباراة مين قلولي دي المباراة ساندونز التشكيلة هو قدام حضراتكم الشناوي ياسر لو ينفعني جابهم جنب بعض يبقى حلو الشناوي ياسر عبد المنقم هاني معلول حمدي ديان جتاو كندوزي طاهر شريف التشكيلة التانية بقى اكشال اتنين اللي هما مروان حمدي وشادي حسين فيما عدا ذلك كل دول اساسين النهاردة اللي لعبوا ماتش قوي جدا مع فرقة قوية مع ان ماقول له عرب في طوية الدور هتقول لي ما الدوري مهم هقولك يا سيدي والله العظيم لو انت بتتكلم كمشجع اهلاوي فالدوري محصوم بنسبة 95% لان انت الفرق كبير والاندية كلها التانية بتتعصر فالقصة مش صعبة الاولوية دلوقتي الاولوية في المرحلة دي هاخسر ماتش مولي هاخسر ماتش مولي هاخسر ماتش مولي هايحصل ايه خسرت الدوري مخسرتش لكن تم خسرت النهاردة مورد سانداونز بقت فرصك مش في ايدك مستني ودي حاجة لا طاليك ابدا بالنادي الاهلي مستني نتيجة ماتش الهلال وسانداونز انا اقول لك هون دلوقتي ده تسمع مني الهلال حيكسب سانداونز سيبا كمان تصراحات المدير الفن بتاع سانداونز وحنا هنلعب لاخر مباراة وحنلعب مش عارفية وكلاما كل دي تصراحات استهلاكية للإعلام الهلال حيكسب سانداونز وحيتأهل مع سانداونز والكصة خلصانت لان السانداونز عارفين ان الاهلي حتى لو خرج مش هيعمتش الهلال بالنسباله ماتش برضو هيبعايز يكسبه فهو عنده ماتش القطن على ملعبه في خلصان ثلاث نقط في جيبه فهو هيتصدر برضو المجموعة انا بقولك من دلوقتي بنسبة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة في المية الهلال حيكسب سانداونز وانت من غير ما تفكر من غير ما تفكر لكن تعالى عند جزئية اللاعبين لان في الحقيقة الدفاع بتاع النادي الاهلي بصراحة يعني بقى مستباح جدا ماتشات كتيرة بيخش فيك اهداف كتير هتقولي الارقام في الدور سيباك من الدور بقى احبتكلم عن مستباحة الاعلى من الدور كاس عالم شوف دخل فيك كم جوة دور ابطال الافرقية شوف دخل فيك كم جوة عيب قوي لما يكون دفاع الاهلي مش عارف يدافع لعيب قوي وهنا اللي يسأل في حاجة زي كده مين المدير الفني ودفاع النادي الاهلي لما نيجي نتكلم عن محمد عبد المنعم وهو حتى هذه اللحظة في رأيي هو احد افضل مضافع الكارة الافريقية لكن النهاردة هو او واحد من اسوأ اللاعبين في الملعب بمنتغى الامانة بمنتغى الوضوح لعيب علامي لعيب علامي لعيب اوروب يلعب في اوروبا مسريح لكن النهاردة بعيد تماما عن غير موفق بالمر غير موفق بالمر وبعدين يا جماعة في فرق ما بين ايه ما بين الهدوء والهدوء اللي زيادة عن اللزوم ما بين العقل والثقة الزائدة عن اللزوم الثقة الزيادة عن اللزوم دي تيجي من نتاج عكسية النهاردة حصلت مع محمد عبد المنعم ياسر مش في حالته ربيع لما نزل مش هو برضو مش في حالته تمام تيجي تتكلم عن محمد هاني مش هو محمد هاني تيجي تتكلم عن نص الملعب حمد يوديانك مش هما خالص تيجي تتكلم عن بيات الفرقة مفيش حد عادي النهاردة الوحيد الوحيد بيرسي تاو اللي ممكن تقول هاه عمل عليه بصراحة النهاردة بيرسي تاو لو بيلعب كل المطشاط مع النادي الاهلي بمساوة ده كان زمانه يعني اسطورة من اساطيري النادي الاهلي لكن بيرسي تاو يعني النهاردة عمل مباراة اتمنى العشر المطشاط اللي جايين ما يكونوش عكس اللي عمله النهاردة لان هو بيدي مطش وعشرة لا مطش وعشرة لا فنجم النادي الاهلي النهاردة هو ما ينفعش نقول نجم بس اللاعب يعني اللي قدر ان هو يعمل حاجة في المباراة النهاردة هو بيرسي تاو كلما كرة جيله خطر عالجول بتاع سان داونس فللأسف شديد عيب قوي ان الاهلي يخسر خمسة عيب قوي ان المدير الفني ما يقراش المطش بشكل كويس وما يذكرش فرقة سان داونس بشكل كويس وبعدين انا نفسي اسأل سؤال يا جماعة هو ايه المشكلة لما نكون في مواجهة صعبة زي دي نقام من نصف ملعبنا الناس اصلا بتلعب من العمق على طول رايحين من العمق هم عندهمش اجناحة بالنسب لهم الاجناحة ديش معطرفين بيها هي استراتيجيتهم كده ودي مش موسم ده بس من ساعة الخمسة الاولى اللي كاتب الفين وتسعة الله ينور ادي التشكيلين هم تمام شوف طلع الفرق طلع لي الفرق حاول تطلع لي الفرق من عالشاشة ايه الفرق عارفين المسابقات اللي بتبقى المسابقات اللي بتبقى كده قول لك ايه جيب لك سورتين زي بعض قول لك لو جدع طلع الاختلاف اللي ما بينهم والله يعني ممكن تتعب اماما تطلع الاختلاف لان اتنين لعيبة بس اللي تم يتغييرهم يا جماعة ده اني منطق واني عقل ولا تقول لي بقى اصلي عادي واللي جده مش جده مش حاجة عاش بقول لك حجة انا بقول لك طبيعي ان انت تفكر طيما عندك اريحية انك تريح لعبتك وتجهز بشكل اكبر وتجهز لعبتك بدنيا اللي ما تش هتلعب الساعة 3 العصر في درجة حرارة عديت 30 درجة وكلام انت ما تريحهم ما تريحهم لكن فيه مشاكل كتيرة جدا جدا فنية مشاكل فنية ولازم لازم الاهلي وادارته يتدركوا هذه المشاكل لازم الاهلي وادارته يدعموا تدعيم كلاس اي ما فيش ما هو ينفعش يا جماعة ما هو عيب ما ينفعش الاهلي يخسر خمسة